السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كريم علي أهلا بيكم في عالم فكرة تاني عملنا حلقة للكبار والسيدات والعواجيز وكل الناس تعالوا نتكلم على الأطفال ابتدت المدارس كل ما أفعل مع بنتي سوف أقوله عشان تعملوه مع ولادكم يا عائلة فكرة تاني هتكلم على الأكل، إزاي تحفظ الأطعمة، النوم، الحاجات المضرة ومش المضرة إزاي نقدر نبعد السموم عن ولادنا اللي احنا بنستخدمها كل يوم وكام حاجة خفيفة كده تبقى مرجع لنا في بداية العام الدراسي الجديد كل سنة وانتوا طيبين طبعا السيدات هما اللي بيشيروا الحمل الأكبر ربنا يكون في عون الأمهات الرجالة بس بتصوت من المصاريف حلقة جديدة يلا بينا أهلا بيكم تعالوا نتكلم من ليلتها ليلة النبكرة المدارس يا أهالي، يا جمال، لازم تتعودوا تناموا زي الأطفال ما بتنام بدري فرصة هي ان احنا كلنا نزبط حياتنا ونزبط هرموناتنا ونزبط الساعة البيولوجية والولاد يدخلوا تسعة ونص عشرة كل البيت أنواره تطفي كله يدخل ينام عيالنا بياخدوا التربية والأخلاق من اللي بيشوفوه والله لو قعدت تقوله خمسين سنة ما تدخنش السجار وحشة وانت مسك السجارة مجرد ما هيبلغ هيمسك السجارة زيك بالزبط وكل حاجة بقى زي كده فرصة ان احنا ننام بدري لو الأولاد منامتش من تسعة ونص او ماخدوش تمن ساعات نوم لا الهرمونات بتاعتهم النموة هتتضبط ولا الشهية هتتضبط ولا معدل الزكاء هيبقى مظبوط ولا تركيزه تاني يوم هيبقى مظبوط واحنا نفس الكلام نهرموناتك هتتصلح بلاش احنا الكبار خلينا في العيلة النهاردة رغي يبقى كله تسعة ونص ينام كله يصح على صلاة الفجر عود عيالك يصحوا يصلوا الفجر وبعدين يبتدوا يساعدوا مامتهم في السندوت شاد دي حتة صغيرة قوي انا بعلمها البنتي تحمل المسئولية يا ابن ينظف سريرك يا ابن يروح اغسل سنانك حتى لو هو ثلاث اربع او لا اربع سنان ما بيروحش يعني اتكلم من ست سنين عشان يبتدوا يروحوا المدارس ينظف سريره يساعد مامته في تحضير الوجبات ادي ابنك مسئولية دي حاجة كده علماشي دي بره الحلقة ندخل بقى في السموم انا دلوقتي اياته يا السيدة الفضيل عايزة اعمل وجبات الاطفال انا صحي تعالوا نتكلم على الممنوعات تماما ابعدوا عيالكم عن اللي انا هقولو ده تماما مفيش عصاير خالص اوعي تشتري قلبة العصير المشالمودي بتدو عيال ده اوعي مش اتكلم على البيبسي والسيفن والكلام ده اتكلم على العصاير العصاير مش طبيعية العصاير سكر العصاير بتحرق انسولين ابنك بتخلصه بدري بدري بتزود السمنة بتزود عيال عندها تصلب شرائن انو هي عندها طبعا 10 و 17 سنة من اللي احنا بنعمله من العصاير ومن الاكل اللي انا هقولو دلوقتي يبقى مفيش عصاير خالص مصره تدي ابنك عصير اعملي له انت العصير طبيعي وخلطي بالالياف يعني ما يتصفاش ويشربوا ساعتها انما تقول يا دكتور ده عشان المدرسة يبقى شلنا فكرة العصاير خالص واحد مفيش محمرات خالص للعيال ارجوكو مفيش حاجة اسمها بطاطس محمرة هيدروجينيتد اويل بيتموتوا عيالكو مفيش حاجة اسمها بنيه مفيش اي حاجة تتحمر في زيت عايز اتحمري حاجة في زبدة وما تتحمرش اول غاية ما يعني تسود بس افضل للاطفال بلاش لو سمحتوا تعملوا اي حاجات محمرة تجيب البنيه وتحطيه في بيضة وتحطيه مثلا في شوفان بيبقى حلو قوي او تحطيه في تجيب كرمباية وتبشريها ناشفة وتبشريها هتبقى بودر تعمليها بالبيضة وتحطيها في الفرن بتبقى رائعة كريسبي والعيال يأكلوا وتاخدوا حتة مثلا بنيه في المدرسة هيبقى تمام لان البروتين مهم قوي في الاكلات دع الاولاد الحاجة اللي بعد كده ممنوع خالص اللحم المصنعة سم وبعدين ده يعني ده سم رسمي ادخلوا كده على وزارة الصحة العالمية اول حاجة سبب السرطان اللحم المصنعة اللي هو ايه السجق البولوبيف اللانشون الباستيرما اي الحوم مش شكلها اللحمة اللي بتطلع من البقرة بتطلع من الخروف اي حاجة غير الشكل الاحمر ده اي حاجة بتاع ترنشاط بيتحطى عليها مادة اسمها نيترات ما هو عايز يعيش اللحمة اللي بتجيبها من الجزار لو قاعدت اسبوع بتعفن صح دي بتاعه تلات سنين بتقعد ست شهور ليه فيها مواد حفظة فيها ايه نيترات النيترات ده سم قاتل يبقى الحم مصنعة تتنسف من البيت لاتبار ولا صغيرين ولا مدارس ولا النادي ولا اي حاجة دي الحاجات اللي ما ينفعش نديها للعيالة طب كلمنا بقى في الحاجات اللي انديها للعيال يا ناصح قبل ما اتكلم في الحاجات اللي انديها للعيال هنحط الحاجات دي في ايه ده خصوصي بقى السموم ادوني فرصتي بقى اول حاجة الزمزمية لسه متخانق مع عجاسي يا بابا عايزة زمزمية جبتلها زمزمية ايه بلاستيك نبر اوعوا يتدو زمزميات زمزمية اللي هي تحط فيها المية ما عافش عشان لأخو العرب اللي فاهميني اوعوا يتحط في حاجة بلاستيك المية اهيه استنوا انا جايب ليه والجاسي وخلي بالكوا دي ازاز الازاز هي اللي يتحط فيها المية للاولاد والاطفال الصغيرين لو انتي مفيش عصير قولنا لو انت عايزة تعمل له كركديه مثلا لو انت عايزة تعمل له التمر هندي ولسه حلقة التمر هندي ده سحر والعالة الصغيرين بالذات عشان الامساك بعدين بعدين ايه ازاز طيب يا دكتور مش الازاز ده خطر لا يتكسر بيبقى فيه زي ازاز دي وعليها غطى سيليكون عشان لو وقت ما تتكسرش او تعور الولد او البنت ازاز المية متتحطش الا في ازاز البلاستيك ثم قتل اللهم على البلاء رحان فيه نوع تمشي طيب يا دكتور الاكل نفسه نحطه ايه عملنا مثلا سندوتشات من عيش الشفان وحطة جبنة او بيضة او الفاكهة نحطه في ايه بصوا بقى عندكو ستانلس ستيل مية مية مفيش ستانلس ستيل عايزين يا دكتور بلاستيك البلاستيك يبقى مكتوب عليه المثلث راجح حلقة السيدات في الحاجات اللي بتسمى من الجسم البلاستيكات ما يبقى بي بي فري بي بي فري حاطلكم هذا الرابط الماده المسارطنه البي بي فري دي المسارطنه في كل البلاستيك يبقى مكتوب كده تاني حاجة يبقى عليه المكتوب على Lewis المثلث عليه رقم 5 من جوه او عليه رقم 2 هذا البي بيبقى على كل البلاستيات خمسة او اثنين ويبقى Grouped up utilizing 사람이 Spirit النقطة اللي اهمة وعندك يا دكتور ريح بقى عندنا بنحط للعيال السندويتشات والحاجات السخنة في ورق الألمونيوم الفويل يا دكتور الألمونيوم عشان يفضل سخن ويحافز على الحاجة ما شاء الله سم قاتل ورق الألمونيوم سم قاتل بيجيب تسمم ألمونيوم وخصوصا لو الحاجة سخنة لو الحاجة حمضية زي الفكهة لو اي حاجة بورتقانات لو تفاح لو موز عارفين الفكهة الحمضية اللي وسبتها تسود الحاجات اللي تسود دي بتتأكسد يبقى دي حاجة حمضية لو تحطت في الفويل لو الحاجة السخنة تحطت في الفويل بيحصل حاجة اسمها ليتشنج الألمونيوم يطلع في أكل الأيال يحصلوا يا دكتور بقى تسمم ألمونيوم واسمعوا يجيب للعي الامساك ومغص العي الاسنانو تقع العي الاتركيزه يروح العيل يبقى على طول عنده مغص الصبح تسمم ألمونيوم يا دكتور العيل ما بيركس وبينسى بسرعة تسمم ألمونيوم ده في الصغيرين الكبار سبب رئيسي للزهايمر سبب رئيسي لتدهور قدرات المخ وفقدان الزاكرة للاكتئاب تسمم ألمونيوم محدش يعمل فويل نعمل في ورق البلاستيك المخصوصة لحفظ الأطعمة ورق اللي هو كياس بلاستيك لحفظ الأطعمة عايزين نستخدم الفويل ده في ايه؟ يعني انا حطيت في البلاستيك او في فلستانلس ستيلت تحطوا بقى حوالين الشنطة عشان تحافظ على الحرة بره الحاجة حينما ما يعملش كونتكت مع ايه؟ مع الأكل لا سخر ولا أكلات حمضة خالص بليز الناس بتستخدم ورق الفويل وفاكرا ان دي حاجة كلاسي بحط العيال في ورق فويل بتسمموا العيال اوع ورق الألمونيوم أهم حاجة في الحالة دي النهاردة حتة تانية الألمونيوم غير انه بيعمل تسوس بيعمل تسمم كالسيوم في الجسم لو انت عملت تحليلية كبيرية صغير ولقيت الكالسيوم عالي قوي تعرف ان في تسمم ألمونيوم عندك تعرف لو انت عندك التهاب قولون كولايتس تفكر فيه الألمونيوم العالي لو الود عنده أنيميا ممكن تفكر فيه في الألمونيوم يبقى دي تسممات ورق الفويل الألمونيوم مهم جدا يبقى كده احنا عرفنا نحفظ الحاجة ازاي ونحط المياه في ايه؟ ناكل ندي العيال ايه؟ ابوش ايه ده خش في الموضوع سيبوه نيبل واحدة ما محدش استعجلني النهاردة أطفالنا فالذات أكبادنا الذي تمشي على الأرض أحلى حاجة للعيال الفواكه ايه دكتور كريم بيقول الفواكه ايه ده الأطفال ده سكر بتاع ربنا ده عندهم الانسولين مية مية ده بيحرقوا وبيجروا وبيتنططوا وبينشطوا وبيشغلوا مخهم بيحرق حتى التفكير والمذاكرة بتحرق كتير ادي العيال فكهة قطع الفكهة ترنشط وحطيها العين بتاكل قبل البقء ولا قبل الإيدين زي ما أهلينا بيقولوا قطعي له ترنشط مثلا أفوكادو جنبي ترنشط طفاح على حتة موز على شوية برقوق على شوية عنب على شوية توت على شوية فراولة الحاجات ده ممتازة للعيال الفواكه تاني أهم حاجة الخضروات العيال ما بيحبوش الخضروات أنا عارة تحطوا عليها عسل تحطوا عليها زبدة كوكونات اويل لو العيال كده كلاسي بيحبوا جوز الهند انا بنت بترميه فاشي ده جميل والله العظيم او تعملي زبدة في البيت من اللوز او من الفوزدو او من الجوز او من عن الجمال تجيب تكسريه شوية خلاط وتسيح معلقة زبدة وتحطي عليه هيقفش كده ينشف يبقى زبدة زبدة اللوز او زبدة الجوز او تعملي تحطيها على خيارة تحطيها على أفوكادو تحطيها على حتة فلفل تحطيها على بلاش تماطم لطماطم ورافول سوداني دي الاكسبشن الوحيد اللي ما نديش العيال امنع عيالكم الحاجات دي على كرافس اي بقى حاجة تتحطي على حاجة تديها للعيال يبقى حاجة خضار مستخب تحت والحاجة الحلوة اللي مدينها للعيال ايه فوق حلو او الكلام ده يبقى اول حاجة الفواكه بانواعها تاني حاجة الخضار بانواعه تالت حاجة البروتين كل بروتين ولعب فطين على رأي سميت غانب الله يمسيه الخير البوط مهم جدا اجبان اقصر عارضة لعب ايديكو انا اتكلم في الاطفال في العواجيز في المريخ اللبان البقرية مسمم هذا لا هكذا اجبان معيز ممتاز الأجبان متوفرة من المعيز او اجبان القبل يبقى البرميزان البرميزان غالية جدا ليه عشان بتقعد سنة على الرف فالبكتيريا بتاكل الكازين وبتاكل اللاكتوز فتبقى من البقرة بس ما فيهش ايه المواد المضرة البرميزان وفيه كده مكعبات برميزان حلو او للعيال زي البومبوني كده مكعبات صغيرة برميزان اده للعيال برميزان او الاجبان الاخرى اي حاجة غير اللبن البقري يبقى دي اهم الحاجات فكهة خضار بروتينات طب يا دكتور الكربوهيدرات حضرك النشويات العال هتحرق ايه؟ من الفكهة او عايزين نعمل سندوتشات العيال اديهم عيش الشوفان ممتاز طب الامح يا دكتور ما بلاش جولوتين يعني بلاش بلاش جولوتين ايديكو بلاش جولوتين معلش العيال اعملهم سندوتشات من العيش الشوفان الحمدلله بقى كل فوطن في العالم دلوقتي عيش الشوفان اي فورن هتلاقي فيه الشوفان موجود مفيش يعني يبقى ربع ارغيف من الحبوب الكاملة ربع ارغيف من الحبوب الكاملة ده لهو الاكسبشن عشان ما تتعبش قولون ابنك بالجولوتين مش هبضلول الكام ده كتير يبقى عملنا له الخبز ده طب البطاطس لو عملنا بطاطس لو جبت قطعت البطاطس ورشيت عليها كوكونات قيل كده او حتة زبدة وحطتها في فرن هتقرمش او حطتها في الفرن اللي هو الفرن الصغير مش الفرن الكبير هتلاقيها ارمشت تمام اعمله بطاطا اعمله بتنجان لو العيل بتحب البتنجان المشروم وحط عليه زبادي من الخرفان طعم جيد بس دسع مش اي حد يأكل من العيال يعمل زبادي من حليب اللوز او زبادي من المعيز وقط عليه برز اللي هو فراولة وقط عليه توت مية مية ده في الصف ايام الصف عسل للعيال يعني اقول له احطه بقى في كوباية وحوالي الفويل بره الكوباية الازاز تاني تمام ادي حاجات بسيطة يبقى انتوا بقى اختاروا انا مش هقول اكلات فاكهة خضار بروتينات نشويات صغيرة من العيش الخبز يعني او البطاطا البطاطس الكوسة البتنجان الحاجات الجميلة بتاعت ربنا حتتين جزر حتتين خيار علموا عيالكم الحاجات الاكل الصحي ده هيكرهه في الاول بس هيجوع في الاخر وهيرضخ لما نريد نحن ايدي الاكلات بتاعت العيال بدام اتكلمت على اكل الاكل اقول لكم كده بالمرة الناس بتقول انت بتقل عن توتل خيالتنا يا دكتور حاضر الحاجات اللي بتزود ذكاء العيال اللي بتزود التركيز اللي بتزود تنشاط المخ كل انواع البرز الفراولة التوت التوت البري كل الحاجات دي فيها انتي اوكس تاني حاجة السالمون السالمون في اوميجا ثري ينشط ازداكرة ويخلي العيال مفتاحة وفاهمين الحساب اللي شلونا بالحساب انا نفس كنت بشيل او اومي في الحساب اه ليش في الرياضة حاجة ثالث حاجة الجوز اللي هو الجوز اللي هو الجوز نسميه عندنا عين الجمل في مصر اللي هو الجوز ده رايب لو تدي عيالك كده حيط بصغيرة ينشط هو حتى على شكل المخ لو تدي له اثنين تلاتة في اليوم كده يا سلام المخ يدعي لك يقول الله يعمر بيتك يا أستاذ خليفة البرز السلامون اللي هو الجوز حاجة مهمة اوى حاجة مهمة اوى برضو عشان الزكاء قل للسكر والله العظيم السكر بيجيب غباء اقول لكم كده بالبالة دي وبالطب بيجيب غباء ليه لانه بيرفع الانسولين اوي والانسولين لما يترفع يخلص السكر يقوم كراش على طول الكراش ده الواد دايخ الواد مش عارف يركز الواد عايز ينام الكراش اللي هو بيطلع وينزل امنع عيالك وين السكر هتلاقيهم عندك كما شاء الله اينشتاين في البيت يبقى دي الحاجات اللي بتزود زكاء الاولاد والبنات افلتها لكم ملكوش حاجة احد الحاجات التانية اللي ممكن نستخدمها مع الاولاد ان هي حلويات بس مش حلويات الفواكه المجففة ادوا لعيال فواكه المجففة الاراصية رائعة المشمشية جميلة لو تحط لهم شوية زيب و شوية لوز و شوية عين جمل مخه يدعي لك وقلبه يدعي لك عشان الزبيب فيه مادة كده بيتحسن القلب اللي هو بيشربوا الريد واين عشانها الزبيب ده مهمة قول للعائل و بيرفع بيضيع الأنيميا و بيدي له فيتامينات فهيعود العائل ايكولوزبيب ممكن نعمل للعائل فشار الفشار ده عبارة عن ضرع لو الواد ما عندوش حساسية جولوتين و معندوش مشاكل مناعية و الواد جسمه كويس ادي له شوية فشار الدورة هي معدلة و الرافين كل اللي في العالم الدورة و فيها عاج اسمها جولوتين بتاع الدورة بس لو ابنك يعني كل اسبوع كده ادي له شوية فشار كده حلوين مفيش مشكلة تمام الحاجة اللي بعد كده عود ابنك ياكل هول فود يعني ايه؟ يعني اي حاجة محطوطة في كيس فهموا ان دي غلط اي حاجة محطوطة في علبة يا استاذي دي غلط اي حاجة فيها مواد حافظة يا حبيبي دي حاجات بتجيب سرطانات بتجيب دم في البط العوة هيجي يعد رجلك بالليل لو انت قالت الحاجات دي قلوا بقى انت برحتك عيش في خيالك و انت بتفهم العيال ايه وعد تخوفهم ايه وعد تستخدم سلاح الخوف رجع حلقة الاطفال احطوكم رابط بتاعتها ايه وعد تستخدم سلاح الخوف مع الاولاد هيطلعوا شخصيتهم ضعيفة و عالة على المجتمع ايه وعد تستخدم سلاح الخوف فانت فهموا عودهم على الهول فوت ده بيض دي اكبان دي لحوم دي فكهة دي خضار دي مكسرات دي سيدز الشيه سيدز حلوة اوي اللي هو الشيه سيدز اللي هي بذور الشيه يا سلام دي لو تحط على جوز هند او تتحط على يتعمل بها تحط بس في مية بتبقى جيلي كده دي لو حطت عليها كريم اللي هو كريم الكامل الدسم طبعا مش من البقر من اي حاجة تانية اللي يال بيأكلوا حاف لانه بيقرمش الشيه سيدز اللي هي بذور الشيه وبتمنع الامساك وبتديهم معادن وبتديهم مغنيسيام وبتديهم فيتامينات الشيه سيدز ممتازة اعمل بودنج دايما بالشيه سيدز مهم اوي الشيه سيدز دي قوله ده الهول فوت صعب في الاول بس لو وصلت ان ابنك يعرف ان حاجات ربنا غير الحاجات المصنعة حياته قدام هتفرق يعني هتطلع دي لما فوش امراض انت مش متخيل اللي انا بقوله ده لما يتعود عليه من صغره ولما يكبر يعرف هول فوت اكل ربنا اكل مش مصنع اكل ما راحش مصنع اكل ما تحطش في مواد حافظة حياته بتتغير وبتبعد عنه امراض لا حصرة لها دي الملاحظة الاخيرة عود ابنك ياخد هول فوت او اكل طبيعي اه دي الحلقة الخفيفة البسيطة نيموا العيال خلي بالكم من المواد الحافظة بتحطوا الحاجة في ايه الاكل اهم حاجة ايه اللي بيزود الزكاء ويعود ابنك ياخد هول فوت او حاجات طبيعية من الطبيعة شكرا لكم وعام دراسي سعيد ويا رب نفرح بأولادنا ونجوزهم كلهم قريبا من عائلة فكرة تاني انا كريم علي نتقابل المرة الجاية وما توفيقي الا بالله عليه توكلت ولا يونيب السلام عليكم باي